إن الإسلام بكل ما اجتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا لا نحتاج في بيانة إلا إلى أن نتأمل قليلا بعض آيات القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى هي معنا جامع لمكارم الأخلاق وكذلك قوله تعالى في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها والتطهير هو التخلي عن الرذائل والتزكية هي التحلي بالفضائل وكذلك الحديث الشريف من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه هذه إشارات سريعة يتضح منها أن السمو الخلقي مقصد واضح بل شديد الوضوح وغرض أساس من إقامة أركان الإسلام والتي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وأن العبادات في الإسلام ومكارم الأخلاق الإنسانية وجهان لعملة واحدة أموال ماحدة المترجم للقناة